اشتركوا في القناة وانتوا طيبين بمناسبة رمضان كريم السنة دي في عام الفين واربعة وعشرين وان شاء الله بازن الله نكون كل سنة كده دايما مع بعض الحمد لله احنا ما فوتناش شوالا موسم لحد السنة يعني حد النهار ده احنا ما فوتناش شوالا رمضان يعني ما اتكلماش عنه تقريبا فاضل بتاع تمنت يام ولا تسعة يام على خلاص على الموسم الرمضاني بتاعنا مسلسلات رمضان تقريبا ده خلاص ده بالنسبة غالبا بالنسبة تسعين في المائة ده حيكون اخر تريل معنا السنة دي في مسلسلات رمضان ما اعتقدش ان انا حامل اكتر من كده لان بصراحة يعني مع كما الاحترام لكل الناس يعني انا حاسس ان صناع الاعمال بتوع مسلسلات رمضان انا شايف ما هم يعني مش فاهم بيستهبلوا تقريبا يعني نقدر نون بيستهبلوا ينفع نقول ليستهبلوا يعني لان بصراحة انا مش فاهم يعني زي ما قلنا رمضان فاضله بتاع تسعة ايام والحد الوقتي مش كل نزلت فخلاص بقى يعني انا مش هفضل مستني لحد اخر يوم لان بصراحة الحركة دي ما بحبهاش اه ان انا استنى لحد اخر وقت وبعد كده هطلع تريلر ري اكشنز تانين فما معرفش انا بفكر ان غالبا دي حتكون اخر حلقة وممكن لو نزل برنامج رامس جلال نعمله برضو تريلر ري اكشن زي ما اعملنا السنة اللي فاتت اللي قبلها فغالبا دا ستكون اخر حلقة في تريلر ري اكشن معنا السنة دي يعني وبعد كده الحلقة الجاية هنقرر ايه اللي هنتفرج عليه وانه اللي مش هنتفرج عليه معانا اقول تريلر ري اكشن وهو الوفيشل تريلر التاني وهو مسلسل كوبرا وانا كنت اعمال له تريلر ري اكشن اول مرة بس احبب ان انا اتفرج على التريلر التاني اللي نزل ليه فيلا بينا نشوف تريلر مسلسل كوبرا اوكي مسلسل كوبرا حلو ازا ما قلت قبل كده احس ان هو حبا يعني فان تو واتش يعني في مسلسلات رمضان السنة دي ما اعرفش هو حبا خمسشار حلقة ولتلاتين حلقة بس غالبا على ما اعتقد حبا خمستاشر حلقة فغالبا يعني بس الاعلان ده احلم الاولان يعني الاعلان الوفيشل تريلر ده احلم الاولان يعني عجبني اكتر ده اه هو معانا كوبرا حبا معانا غالبا السنة دي في مسلسل انا ما بتفرجش عليه هو المداح اه المسلسل المداح بتاع حمدها هلال انا ما بتفرجش عليه بس انا بصراح حابب ان انا اتفرج على الوفيشل تريلر بتاعه فبردو لاتس انجويت يعني وجيبت اتراي اه اه اكون صراح معاكم انا ما شفش المداحة لحد دلوقتي ولا جزء منه ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة وده جزء الرابع بس معرفش ليه يعني ده الحد لوقتي انا بالنسبالي على الاقل يعني بالنسبالي ده احلى احلى اوفيشل تريلر نازل لمسلسل السنة دي يعني والناس اللي بتتابع المداح ممكن يكون ده اكتر مسلسل بالنسبالهم انتسيبيتد في مسلسلات رمضان يعني على الرغم ان انا ما شفتش اجزاء اللي فاتت يعني فالله اعلم بقى السيزن ده هيكون اخر سيزن ولا هيكون فيه موسم تاني بعديه بس اللي عرفه على ما اعتقد اللي عرفه على ما اعتقد ان هما في ناس كتير قالوا ان الموسم ده او الموسم الرابع يعني اه حيكون اخر مسل مسلسل المداحة يعني وبعد كده بصراحة يعني ده يعني بي مسلسل المداحة على قد ممكن يبقى حلو وكل حاجة بس معلش يا جماعة يعني مش هتفرج على تلاتين حلقة تلاتين حلقة تلاتين حلقة تلاتين حلقة وتلاتين حلقة يعني ليه يعني ليه اتفرج على ليه كل ده يعني اللي يتفرج على مئة وعشرين حلقة يعني أربع مواسم تلاتين حلقة مئة وعشرين حلقة ليه هتفرج على مئة وعشرين حلقة يا جماعة ده ده كتير جدا فمسلسل ده لو كان مثلا عشر حلقات كان عيبا حلو مثلا كل موسم عشر حلقات ممكن أقولك ماشي لكن مئة وعشرين حلقة ده تسطو قلقتي يعني تسطو فاكن مطش يعني معنا دلوقتي البرومو التاني لمسلسل أشغال شقة وهو بتاع هشام ماجد وأنا مستغرب قوي أن مسلسلات MBC مصر السنة دي التريلرز بتاعتها بتاعتها زهرت بدري يعني وده غريبة عن المعتاد بتاع كل سنة فأنا مستغرب أن في مسلسلات ما نزلتش الأوفيشال تريلرز بتاعتها زي مسلسلات يعني محطات الـCBC وكده فأنا مستغرب أن MBC مصر نزلت حلاتها بدري يعني ده تسو ويرد فأشغال شقة احنا كنا قليلين تقريبا عنا مظنك أنه سيبقى معانا وبرضو نشوف الأوفيشال تريلر الثاني بتاعنا بتاع شغال شقة يلا بينا نتفرق اوكي مسلسلة اشغال شقة دافنتلي حيبا معينا السنة دي في رمضان في البيت على هوم سينما شكله لزيز جدا وشكله رهيب يعني انا زي ما انا كنت قيلة بلكده في اللي فاتوا عايزين نقطر شوية من مسلسلات الكوميدي مش عايزين نتفرج على مسلسلات كايبة بقى السنة دي بصراحة لان المسلسلات الكايبة السنة اللي فاتت وسطوه ماتش والواحد بصراحة عصابه عصابه تعبت يعني لسه لحد دلوقتي الواحد مش قادر يتخطى المأساة اللي حصلت لمونا زاكي السنة اللي فاتت في مسلسلها بتاع تحت الوصاية يعني فلا بصراحة خلينا في الكوميدي السنة دي لان بصراحة بزي ما بقول بجد مش نقصة كايبة يعني بجد الواحد مش نقص كفاءة لو الواحد فيه بيمر بيه فكفاءة كايبة للواحد فيه خلينا في الكوميدي عايزين نتحك بقى يعني حتى لو خمستاشر حلقة مش مشكلة السلسل اللي بعدي هل هو وهو مثلسل اسمه صلة رحم وده بتاع اياد نصار ده برضو على نبيسي مصر يلا بينا نشوف مسلسل سلت رحم ده احنا هنحطه معانا برضو في الفيفتي فيفتي لان شكله يعني مش هعرف شكله مش وحش بس يعني مش هعلم اقلق منه حس ان هو ممكن يبقى حلو ما عرفش ان يعني حس ان هو انا معاية المسلسلات اللي هي تبقى حلو في الاول وبعد كده يديك الخزوق التمام في النص يعني خصوصا لو المسلسل ده مثلا 30 حلقة اولا حاجة ليه حلو في الاول ويشدك وبعد كده شكرا فاحنا هنحطه معانا في الفيفتي فيفتي غالبا هيخش غالبا مش هيخش لسه مش عارفين فاحنا كل ده هنعرفه ايه اللي هنتفرج عليه في الحلقة اللي جاية عامة تانية يعني انتي الاقوش عندنا واحد من المسلسلات اللي انا مستنيها السنة دي وهو المسلسل بتاع شيكو وكريم محمود عبدالعزيز وهو خالد نور وولده نور خالد وده من اكتر مسلسلات القومي دي اللي انا متحمس لها بصراحة السنة دي ويا رب يطلع حلو يعني ما يغزلنيش زي المسلسل اللي هشام ماجد بصراحة جامد فاتمنى انه يبقى جامد زيه يعني فاتمنى انه يطلع حلو بجد يعني يا رب يطلع حلو بيطل حلو بجد يعني يا رب يطلع حلو بجد يعني يطلع حلو بجد يعني انا بجد يعني أطلع حلو بجد hoor عشرون اوكي الفكرة لزيزة وغالبا موس بروب لي مسلسل ده برضو وحيبة معنا هو انا مش فهم هو تقريبا قلب على مسلسل درك فانا مش عارف هو شيكو هو كان عنده عيل زغير ابن محمود عبد العزيز عنده عيل زغير وبعد كده شيكو حصل حاجة في المفعل النووي بعد كده شيكو بقى ابنه كبر شريف رمزي ما فهمتش بس الشريف رمزي هو مين يعني هو شريف رمزي هو برضو يعني هو حد من الاتنين هو يا كريم محمود عبدالعزيز يا شيكو لما كبر يعني حد من الاثنين بس دافنتلي حيبى معانا السنة دي مسلسل ده لان شكله لذيذ جدا وانا بصراحة بحب شيكو جدا وبحب كريم محمود عبدالعزيز جدا يعني فاتمنى ان هو يطلع حلو على قد التوقعات بس هو دافنتلي حيبى معانا مسلسل معانا للنهاردة في التريلر ري اكشنز معانا هو مسلسل اسمه جودر او جودر لسه محفهناش او معرفناش وهو مسلسل بتاع الف ليلة وليلة بتاع ياسر جلال ده يبقى تلاتين حلقة ولا خمستاشر يعني اتمنى ان هو يطلع حاجة حلوة معمولة كويس فكل عمال يقول يتفرج على التريلر وعمله تريلر ري اكشن فاتمنى ان هو يكون على قد التوقعات يعني فيلا بينا فبتري 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 ملاحظة احنا نخلي جيمو فترونز بقى كده على الجنب وهاوس ففو دا دراجونز كده على الجنب وخش عليك كده بالتارجيريان زيابة عندنا مسلسل جودر ولا جودر مش قد في الجامعة ان هو اسمه جودر وجودر اه لا بصراحة شكله حيبقى مسلسل جامد يعني بصراحة يعني الحق يتقال شكله مسلسل حيبقى عاملين فيه شغل كويس ولواحد يعني يعني اشتاء للنوعات المسلسلات دي بصراحة اه لا بجد شكله حيبقى جامد بصراحة ان هو مسلسل دا دا بقى في رمضان ومعرفش بقى هو تقريبا هو يعني نقدر نقول مسلا المسلسل دا الف ليلة وليلة وجودر دا يعتبر يعني قصة مشتقة من الف ليلة وليلة فممكن الف ليلة وليلة دا مكمل معانا يعني ممكن قدام يعني 3-4-5-6 سنين كمان وكل سنة في رمضان حيامل له قصة بقى يعني جودر دا ممكن يبقى اول قصة مع شهر زد معانا في الف ليلة وليلة فمعرفش دا حيبقى ليه تكملة بعد كده بقصص تانية ولا لأ يعني بس يعني بس مسلسل بتاعه شكله حلو انا عجبني يعني بفاجأة بالنسبة لي دا دا من المفاجهات بصراحة دا من المفاجهات بجد حقيقي متوقعتش ان التريلر يكون كده اتمنى بس يكونوا عاملين VFX يعني محترمة ما تبقاش حاجة مغزلة يعني فانو بس يعني غالبا هو definitely it might be with us السلسل اللي بعديه عندنا مسلسل اسمه زوجة واحدة لا تكفي وده مسلسل بتاع ماجد المصري وغالبا ده يعني دا اللي سمعته ان ماجد المصري كان مفروض دا السنة اللي فاته طلع في المداح الجزء الثالث دا اللي انا سمعته من الناس اللي بتتفرج على المداح ان هو طلع في الجزء الثالث السنة اللي فاته طلع في اخر حلقة وبعد كده كان مفروض ان هو يكمل وبعد كده راح مش عارف ايه اللي حصل تقريبا مرضاش يكمل المسلسل فحلق لمسلسل المداحنا مواغزة وعمل مسلسل اسمه زوجة واحدة لا تكفي وفي المداح جابه فاتح عبدالوهاب مكانه فمفروض بقى ان هو المسلسل دا يبقى جامد يعني يلا بينا نشوف معنا تريلر مسلسل وزوجة واحدة لا تكفي يلا بينا يلا بينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة الاحترام لي ماجد المصري بس يعني انا من وجهة نظري شايف ان الاختيار المسلسل ده يعني اختياره ليه هو خاطئ ان هو يطلع في مسلسل زي ده ما اعرفش ليه يعني انا حاسة لو كمان وجهة نظري شايف لو هو هنكمل في المداح كان حيبقى افضل بكتير رغم ان انا ما اتفرجش على المداح بس يعني مش عارف ما حاستش المسلسل ده خالص وما اعتقدش ان انا هتفرج عليه ولا حتى هحطه ولا هحطه في القايمة ولا في اي حاجة يعني فما اعرفش ليه بس احس ان اختيار خاطئ وما اعتقدش حتى هتفرج على المسلسل ده جده يعني يعني لاتس بي اونست يعني عندنا في المسلسل اللي بعديه عندنا مسلسل خالد النبوي مسلسل مسلسل امبراطورية ميم وهو للأسف هو تيزر وليس اوفيشل تريلر ودي الحاجة من الحاجات اللي انا يعني مستفز منها يعني ايه الفكرة يعني انت لحد دلوقتي ما تنزلش اوفيشل تريلر يا عم في ايه يعني عشان كده بقول لكم موضوع اوفيشل تريلر ازا ريخم يعني بجد ريخم يعني ما تننجزه يعني ده رمضان خلاص كله وفادله بتاعة امن تسعة ايام يعني مستنين ايه يا جدعان ايه يعني ده بجد ده تست طب انا ده بقى حطه في الفيفتي فيفتي ولا حطه في ايه ده انا مواخز يعني يعني حطه فيين ده وغاليا انا حيبقى في الفيفتي فيفتي لان انا ما انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش عندنا تيزر تاني لمسلسل من المسلسلات ان انا مستنيها صراحة السنة دي وهو مسلسل مسار ايكباري وهو ليس اوفيشل تريلر وهو تيزر برضو يخربت ام تيزر انا زيقت من ام تيزر فعايزين نشوف اوفيشل تريلر يا جدعان يعني انتو بجد حاجة صعبة والله عزيم حاجة صعبة فخلينا نشوف المسلسل تريلر التيزر ده بتاعه بتاع مسلسل مسار ايكباري ويلا بينا ده بجد ده ده كده التيزر ده مفيش حاجة طب انا مش جايين على نفسك واوي كده ليه يعني هو شكله حلو يعني ايه ده يعني حسه حسه حيبقى حلو يا جدعاني يعني بس فين فين التريلر فين الفيش التريلر هو انا عماتنا المسلسة ده انا حطه كده كده في الفيفتي فيفتي فمش فارق معايا بقى حيخوش للسه لا مش عقب معايا、、 متى انا مش عارف اقرر وقلٌ احطه zagه مثلا في الفيفتي فيفتي甘 mark عندي له المسلسل بعد كده اسمه Walunch Box وهو مسلسل بتاع مثل غدا عادل وا toxin ده Official trailer telelر فيالله بينا نشوف موسيقى اشوف انا مش بعرف ارسم بس بعرف اكتب فاتلاقيني في كم صورة كده كلم مش مترتب اوكي لانش بوكس على فكرة والله حاسوا مسلسل حلو يعني هو انا ليه حسس ان المسلسل حلو بس انا هزعلم من حاجة المسلسل ده بجد يعني كنت اتمنى لو كان يتعرض بره بمسلسلات رمضان يعني المسلسل ده لو كان نزل زي المسلسلات العادية اللي بتنزل في الاوقات العادية اللي بره السباق الرمضاني المسلسل ده كان هيتشاف بجد اخسارة ان المسلسل زي ده ما نزلش في في الايام العادية يعني برج برج السباق الرمضاني لان المسلسل ده بجد لو كان نزل في السباق الرمضاني يعني حسا المسلسل ده حيبقى محطوط في مكانة ما اعتقدش فيه ناس كتيرة هتتفرج عليه يعني ان فيه ناس كتيرة هتتفرج عليه لان هم غلطانين كانوا مفروض المسلسل ده ينزل في وقت مش في مسلسلات رمضان وسط الزحمة وسط العتاولة بتاعت مسلسلات رمضان والكلام ده كله بصراحة فحاسس ان المسلسل ده كان حيباليه شعبية اكبر لو كان نزل فيه وقت مش رمضاني ده حيكون فعلا اخر اخر تريلر معنا النهاردة وهنعمل له تريلر ري اكشن ده حيكون فعلا اخر خلاص اخر تريلر لان انا دورت برضو تاني قلت يمكن يكونوا نزلوا حاجة تانية واحنا ما اخدناش بالنا منها فخلينا برضو لاتس جيبتها تشانس ونبص وندور وفعلا انا حتى ادور كتير ما فيش اي حاجة حرفيا هما اللي احنا عملين لهم تريلر ري اكشن هما دول اخر حاجة نزلت غير ان اصلا في حاجات عملين لها تريلر تريلر ري اكشن اصلا كانت نزلت من حبة حلوين وانا اصلا كنت شتفرجت عليها لان اخر حلقة انا كنت نزلها الحاجات دي نزلت بعدها انا مش فاهم انا انا حاسس ان انا بصور هو دلوقتي بعد كده همانتج وبعد كده ان شاء الله بإذن الله هنزل الحلقة وبعد كده كمان يعني ممكن بكرة او اللي بعد تلي بقى كلها نزلت اللي هما تحس ان هما بيستقصدوني كل سنة بس تقريبا دي كل التريلر اللي نزلت لحد دلوقتي لمسلسلات رمضان احنا حرفينا احنا غطينا كل التريلر اللي نزلت مفيش اي حاجة حرفيان جديدة نزلت ان انا عملا هو وانا بقاعد بتكلم معاك وقاعد ببص دلوقتي لو في حاجة نزلت كده ولا كده فندخلها بالمرة معنا بس لا لحد دلوقتي حرفيان مفيش اي حاجة نزلت فبصراحة الموضوع ده بجد ما عصبني بطريقة غبية يعني لان انا بجد ما بحبش ان انا كل سنة ازنق نفسي في موضوع التريلرز ده ونزلهم في اخر كم يوم قبل رمضان قبلها بتلات اربعة ايام لان بجد الموضوع ده بيبقى ريخ مفشخ وانا مش بحب كده فاتمنى يعني ما يعملوش نفس الحركة فيها نفس الحركة اللي فاتت اللي انا حصلت فيها اللي انا اولا ما بخلص الحلقة روح امنتج الحلقة واجي اعمل لها ابلود فروحوا منزلين بقى ال اوفيشال تريلرز كلها بس تقريبا دات ست والله لسه بحاول ادور معاكو بحاول ادور معاكو دلوقتي والله ببص يمكن يكون في اعلان نزل كده ولا كده مخبين وبتاع بس تقريبا لا خلاص يعني انا نزلت ا ESP نروح مكتر من كده بس تقريبا دي كانت بس لحرفين لحلقاتنا جماعة على مسلسلات رمضان تقريبا على ما اعتقد دي الحلقه الخمسة او ستة مش فاكر في المنتجه 해قول لكو بس تقريبا دي الحلقه الخمسة او ستة الرابع او ستة او ستة بس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن مسلسلات رمضان ان شاء الله بإذن الله غالبا زي ما قلت لكم بنسبة تمانين تسعين في المية ده هتكون اخر حلقة في فانتو حظوكم بقى لو لسه في يعني حقول لكم بقى الخطة هتمشي ازاي لو لسه في اعلانات كتير نزلت ما عملنا الهاش كتير لان انا تقريبا يعني النوتة هي قدامي لان انا من اللي انا شايفه حاسس ان في حاجات كتيرة جدا ما نزلهاش اوفيشال تريلر وبجد الموضوع ده مع الصب دي فشل يعني بدون سابق انزار ده ما نزلهاش اوفيشال تريلر لهو ولا مصار اجباري ولا بابا جي ولا عطبات البهجة ولا فراولة وفي مسلسل هو تاج ده برضو ما نزلهاش اوفيشال تريلر لحظة غضب نعمل افوكاتو امبراطورية ميم يعني كل ده كل ده تقريبا ما نزلهاش اوفيشال تريلر ففي حاجات كتيرة فشخة فبجد الموضوع ده مع الصب دي فالخطة كالتالي بقى غالبا الحلقة اللي جاية حاجة من الاتنين ايما هنعمل فاينل اوفيشال تريلر يعني فاينل على مسلسلات رمضان او لو لقيت ان هما هياخروا قوي نفسهم وخلاص رمضان داخل علينا وما نزلوش اوفيشال تريلر هروح منزل بصراحة الحلقة اللي انا هقول هتفرج على ايه ومش هتفرج على ايه السنة ولازم هيبقى فيه بول زي ما قلتلكم انها هيبقى فيه مسلسل واحد الناس على هوم سينما هنا اللي بتتبعنا هي اللي هتختاره من خلال البول اللي هعمله على يوتيوب اه اني مسلسل عايزين اتفرج عليه واحطه معايا في القايمة لاننا لسه لحد دلوقتي بجد حرفيا ما عرفش هحط كم مسلسل ففي مسلسل واحد انتو هتختاروه زي ما عملته السنة اللي فاتت وهحطه معايا في القايمة وهتفرج عليه وفي الاخر هعمله مراجعة فلسه مش عارفين الخطة هتمشي ازاي وبرضو عايز ان انا عايزين نعمل بتاع برنامج يعني عملنا السنة اللي فاتت كنت حاجه زريفة يعني حاجه ما بنعملهاش كل سنة كنا فألات جفت البردو السنة دي بس ما عنديش اي حاجة تانية يقولها عن مسلسلات الرمضان التريل ري اكشون اتمنى الحالة بكون عجبتك وان شاء الله شوفكم في الديهات تانية وقريب منسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحالة عجبتكم منسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانيلز التانية اللي اسمها هو ملون وتيكتو هسيب لكم في الديسكريبشن ولو حابين تعمل الفولو لايك على فيسبوك و تويتور انستجرام برضو عسيب لكو لينكس في الديسكريبشن وباي باي